السلام عليكم واسعد الله وقاتكم بكل خير انا ميرا من قناة ميرا كرافت في البداية اذا كنتوا اول مرة تشوفون القناة اتمنى تضيفونها وتفعلون جرس التنبيه حتى يصلكم كل فيديو جديد واتمنى ما تنسون اللايك والتعليق على الفيديو واذا حبيتوا لان رأيكم يهمني راح اعمل معاكم مزيل عرق طبيعي واهم شي استخدام ميزان الالكتروني حتى ناخذ المقادير بدقة استخدمت شمع عسل طبيعي طلبته من امازون وممكن تلاقونه في موقع اي هيرب او اي موقع اخر حطيت جميع المكونات مع بعض ودخلتها الميكرويف تقدرون تستخدمون الحمام المائي اذا ما بغيتوا تستخدمون الميكرويف بعد ما جربت جميع انواع المزيلات العرق التجارية سواء العادية او الطبية وجميعها لم تناسبني وسببت لي الحساسية لذلك قررت ان اصنع مزيلاتي بنفسي ومزيل العرق الصلب هذا طبيعي تماما لا يحتوي على الالمنيوم او اي مواد ضارة بالجسم وهو خفيف على البشرة ورأحته رائعة لاني استخدمت في زيوت عطرية طبيعية 100% واستخدمت في طين الازتيك وتقدرون تستخدمون اي نوع طين مناسب لكم ويكون طبيعي وهذا الطين عالي الامتصاص ويعطي احساس بالجفاف والنظافة ويحتوي هذا الطين على العديد من العناصر الغذائية المهمة والمفيدة لصحة البشرة مثل المعادن والكالسيوم والاملاح المعدنية مما يجعل منه علاجا جماليا للبشرة وذلك لقدرات في المحافظة على لمعانها ومظهرها هنا بعدما ذوبت الزيوت وشمع النحل بالميكرويف رح اضيف لاطين البنتونايتا والازتيك ومن فوائده ايضا يصغر المسام الواسعة وينظف البشرة ويساعد على تقليل نسبة فرازات البشرة الدهنية وينعم ملمس الجلد ويزيل الجلد الميت مما يزيد من رطوبة البشرة ويمنحها ملمسا نائما وبعدها اضفت نشل اراروت وهو مادة نشوية اصله من امريكا الجنوبية وطلبته من موقع ايهيرب وموجود كذلك بموقع امازون وهو عشبة معمرة وله فوائد منها انه خالي من الجلوتين ويستخدم مثل الترياق لانواع معينة من السموم النباتية والمادة النشوية مفيدة للقلب لانه يحتوي على البوتاسيوم ومفيد لتخفيف الوزن لان المادة النشوية الموجودة به منخفضة السعرات الحرارية حيث يمكنك استخدامه في الصلصات والشوربات ويستخدم في امريكا الجنوبية مثل بودرة للاطفال لانه يعطي شعور ناعم وسلس ويستخدم في مستحضرات التجميل لانه يستخدم كعامل سماكة ويساعد على امتصاص الرطوبة وينعم البشرة ويستخدم كعلاج لحروق الشمس ومن فوائد زبدة الشمس التي استخدمتها في المزيل تعمل على حماية البشرة من الأشعة فوق قلبة نفسجية وتوفر الرطوبة والمواد المغذية التي تحتاجها البشرة في الشتاء والصيف وتعالج حروق الشمس بأنواعها وتكافح الشيخوخة وعلامات التقدم بالعمر وتعمل على تحفيز انتاج الكولاجين اللازم لجعل البشرة تبدو أكثر شباباً وبالتالي تمنع ظهور التجاعيد والخطوط المبكرة في الوجه وتساعد في علاج الأكزيمة لينبهى خصائص مضادة للالتهابات وترطب البشرة بكفاءة عالية وتوحد لون البشرة وتزيل البقاع الداكنة والكلف والنمش وبالأخص التي تظهر وقت الحمل بالإضافة لفاعليتها في التخلص من حب الشباب وذلك لقدرتها على قتل البكتيريا المسؤولة عن تكوينها ومن فوائد زيت جوز الهند يرطب البشرة ويقلل من جفافها ويزيل الأوساخ الموجودة في خلايا بشرة في الجسم كما يزيل خلايا الجلد الميت ويخفف من ظهور الخطوط البيضاء نتيجة لتغير وزن الجسم والحمل وينشط انتاج الكولاجين ويشد البشرة ويخفى التجاعيد ويقلل من ظهور السيلولايت ومن فوائد زيت الأفوكادو ترطيب وتغذية البشرة وتخفيف التهاب الصدفية والإكزيمة ويساعد في علاج حب الشباب والتآم الجروح وعلاج حروق الشمس والتقليل من علامات الشيخوخ المبكرة ويساعد على الحفاظ على بشرة صحية واستخدمت مزيجة من الزيوت العطرية التي تجعل الجسم يشعر بالانتعاش معطر زيت الليمون مضاد للالتهابات ويقتل البكتيريا ذات الرائحة الكريهة ويحتوي على رائحة الليمون المنعشة وزيت إكليل الجبل له خصائص مطهرة تساعد على الحفاظ على صحة البشرة وزيت اللافندر مضاد للبكتيريا والفطريات كما أنه جيد لعلاج الإكزيمة والصدفية والتهيج الناتج عنها وغني بمضادات الأكسدة وزيت النعناع يساعد على تهدئة البشرة هو رائح للبشرة الحساسة والمتعيجة وممكن بعد عمل هذا المزيل تهدينه القريباتك أو صديقاتك ويمكن لك عمل مشروع منزلي لأن جميع المواد طبيعية 100% وأغلب الموجود بالأسواق احتوي على مواد حافظة ومواد خطيرة وأحياناً مصردتنا لا قدر الله بالنسبة لحافظات البلاستيك طلبتها من موقع علي إكسوريس وتقدرون تستخدمون أي حافظة عندكم أو علبة فاضية وممكن الاحتفاظ بمزيل العرق هذا لمدة 6 شهور شكرا لكم حبايبي على المشاهدة وأتمنى ما تنسون اللايك والاشتراك في القناة شكرا لكم